ازاي اتعرف على شريك حياتي بشكل اكبر شوية في فترة الخطوبة طبعا بحبك بموت فيكي بتهشقني بهشقك ونعد نردنا على بعض طول الليل ونعد نرغي طول النهار والليل في كلام رومانسي حلو هاي دي دي مش طريقة تعرف ده تغييب لحاجات كتيرة قوي اعايزوا لكم حاجة انا مش ضد المشاعر في فترة الخطوبة بالعكس بس المشاعر دي طبيعي بتخلينا عايزين نتمسك بالشخص ده لان كل واحد مننا في ايا كان بقى نوعك ايا كان تفكيرك ايا كان مش عارف ايه محتاج ان انت تحس بالمشاعر فطبيعي لما تلاقي حد بيديك مشاعر بالشكل ده مش هتبقى عايز ان انت تهدد علاقتك بيه وخاصة انه لسه المشاكل ضعيفة ما بينكم فيعني فكرة وجود المشاعر دي بيخليك مركز اكتر عليها عايز تتمسك بيها اكتر ومش مهتم بالجوانب التانية فعشان كده بقول لكم ياريت نقلل شوية حدة المشاعر ياريت ندي مساحة بس للعقل ان هو يشتغل مع المشاعر دي لانه احنا يعني في ناس كتيرة بتتفاجئ بتقولك ايه ده دي مش هي اللي انا جاوزتها دي مش هي اللي انا ارتبطت بيها وازاي يعني عمل حاجة هي ما اتغيرتش احنا اللي انت اعرفها احنا اديناها لك يقولك لا 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 دي اتغيرت خالص وهي التانية تقولك ايه ده ضحك علي خدعني خدعني ده يعني من بره حاجة ومن جوه يعلم الله ده عمل وسوه وجندل هو لا اتغير ولا هي اتغيرت هو بس باقي الجوانب من من حياته من شخصيته ظهر وده اللي 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 بنهمله لما بنركز بس على مشاعر طيب النهاردة انا قررت ان انا اتكلم معاكو بشكل عملي اه بشكل اه ممكن نطبقه بسهولة او اتمنى ان انتو تطبقوه وتركزوا علي بص يا جدعان اه شخصية البني ادم بتبان اكتر في المواقف بتبان اكتر في الحاجات اللي هو بيتصرف فيها وبيعملها بمعنى ايه بمعنى تعالك كده نلعب لعبة سوا مش هقولك نعمل حاجة كبيرة نعمل نلعب لعبة لو انا فستك كزا مرة ايه اللي هتحسه حاجة من الاتنين او التلاتة او الاربعة او الخمسة لا هو مش حاجة سبتة على فكرة انت هتحس كمية مشاعر رهيبة كل واحد كل شخص هيحس اه بطريقة مختلفة عن التاني يعني في منهم اللي هيشتمني في منهم اللي هيضغاز في منهم اللي هيداري في منهم اللي هيبتسم ولا فارق معه اصلا الموضوع في منهم اللي هيقعد يحسب طول الليل في منهم اللي هياخد الموضوع التحدي ويقعد يتعلم اللعبة في منهم كمية ردود افعال غير عادية طيب انا قصدي ايه من السؤال ده هو انا لو سألتك دلوقتي ايه انت رد فعلك ايه لما نلعب وانت تخسر هتقول لي رد فعلا صح؟ بس اه لما شوفك بعد ما انت تخسر فعلا او بعد وانحنا بنلعب فعلا هستوعب رد الفعل انا ممكن اسمع كلامك عن رد فعلك لكن ما استوعبوش لكن لما شوفو هستوعبو هفهم انه ده حقيقي وممكن يحصل لانه فيه حاجات كتير جدا بنسمحها بوداننا لكن ما بنطاقعش انها ممكن تحصل على ارض الواقع طيب ده يفيد ايه في القصة اللي احنا بنحك فيها ان احنا نتعرف على بعض كمرتبطين ايوه العبوا مع بعض ايوه انا بشجع المرتبطين في فترة الخطوبة ان هم يلعبوا مع بعض ويريت الالعاب الجماعية والالعاب المبنية اصلا على فكرة الفرق ان انت تبقي انت وخطيبك في فريق واتنم تاني في فريق وتشوفوا هتعتمدوا على بعض ازاي وهيبقى فيه تفاهم ما بينكم ولا لأ اخذي بالك انه في الالعاب الجماعية دي هيبان حاجات كتير اولها انتو الاتنين عارفين تتفاهموا مع بعض ولا لأ دي نقطة تاني حاجة العصبية ما بينكم تالت حاجة هل عندكم نفس الاهداف ولا لأ انا لو فضلت عد في الحاجات اللي هبقى مش هخلص صح عشان كده انا مش هكمل بس انتو هتكتشفوا حاجات تاني كتير جدا لما تجربوا فكرة الالعاب الجماعية حتى الالعاب الفردية هيبان جدا اذا كان هو بيتعصب ولا لأ في الالعاب هيبان جدا هو بيتقبل المواضيع دي ازاي وبيتعامل معها ازاي وهل هو عنده مشاكل في ان حد مثلا ان يكسبه وهل لو حد كسبه هو هيتصرف مع المواضيع ده ازاي لو الحياة ديته على بماغه في يوم هيتصرف ازاي يعني انت عايز تقول انو شوية الالعاب البسيطة دي ممكن تخليني اعرف شريك حياتي اه انا عايز اقول ان بدل ما نقعد في حب ورومانسية ان احنا ندخل لنشاط اه هنقول بلاش نشاط دلوقتي خليها ايه للعبة ونشوف تصرفات بعضة على الارض الواقع نشوف كل واحد فينا بيتعامل ازاي انتوا فاهميني تشوف ادارتك وادارتها تشوف تفعلك مع تفاعلها ايه الدنيا هل في تفاهم هل في كيميا ما بينكن انتوا تديروا الفريق بتاعكم بشكل ناجح ولا انتوا الاتنين مش مناسبين لبعض طيب ماشي لو ما فيش امكانية ان احنا نلعب لعبة سوا ايه تاني ممكن نعمله ونكون يعني بيوضح لنا الموضوع دوته بصوا هقول لكم على حقي في حاجة زي المشروعات الخيرية ان انتوا تدخلوا مع بعض في نشاط في مشروع خيري ده هيبين لكم بعض اكتر لما تشوفوا الاحتكاك كل واحد فيك ويشوف احتكاك التاني مع ارض الواقع الموضوع ده بيفرق كتير على فكرة اه ان انت تشوفي هو بيتعامل ازاي في يومه وتفاصيله وانت كمان يشوفك وانت بتتعامل في يومك وتفاصيلك وازاي بتتعامل مع الامور الموضوع ده بيباش مرة لكن انا بقول المشروع يكون مستمر شوية يعني مثلا النشاط يكون مثلا 20-30-40 يوم وتفضلوا تشوفوا بعض في الفترة دي وانتو بتتعاملوا مع الناس غيركم ده مبدئيا مع ظروف مختلفة ده هيساعدكم تعرفوا بعض اكتر طيب ماشي لو ده مش متاح عايز اقول لكم انه في ناس ودي تجربة فعلا انا شفتها ناس عملت مشروع صغير لمجرد ان هم يشوفوا هم هيعرفوا يديروا حياتهم فيما بعد ولا لا المشروع ده كان تخيولي على فكرة تمام يعني هوا بعد كده ما عملهوش على الارض الواقع لكن هم كانوا بيتعاملوا انه لا هوا المشروع ده موجود واحنا عن هنعمل كزا وهي تقترح وهو يقترح ويتخنقوا على الاقتراحات ويشوفوا بقى هيتعاملوا ازاي في الاقتراحات وخدوا الموضوع جد جدا وعلى فكرة ده وضح لهم حاجات كتيرة جدا في شخصياتهم طيب تمام لو احنا ما عندناش الامكانيات دي ان احنا نعمل كده ممكن اقترح اقتراح تقضوا ايام كاملة مع بعض ازاي يعني طيب اوكي ازاي دي انتو ترتبوها سواء على حسب ظروفكم بس يوم كامل مع بعض يعني انتو تشوفي الشخص وهو في شغله بتعمل ازاي مع زميله بيتعامل ازاي مع المشاكل اللي بيقابلها في شغله بيتعامل ازاي مع الناس اللي بيقابلها في شرعه بيتعامل ازاي مع اهل بيته من غير ما يكون اه الموضوع اه هو عامله بطريقة فيك او من غير ما اه يكون هو يعني عامل كده كا اه كصورة يقنعك بيها لا تعمله ده بطريقة اللي هو انا عايز اعرف اه المدام على يومي عايز اعرف المدام على تفاصيل اليوم كانت ماشية ازاي على تفاصيلي انا في التعاملات اليومية اه بتمشي ازاي عايز اقولك انه فيه اه ولد وبنت عملوا الحكاية دي بس كانت بطريقة الى حد ما اه يعني هي طريقة غريبة شوية لكن انا بصراحة اعجبت بيها انه الولد اه ثبت زي جهاز تسجيل في ميموري اه في الجاكت بتاعه وخلى الجهاز يشتغل طول اليوم وما حزفش اي حاجة من ال من اللي تسجلت وادهالها وهي نفس الكلام عملت كده وفضلوا اه يقرروا الحكاية دي ايام لحد ما هم حفظوا تصرفات بعض ده كان قبل الجهاز انا ما بقولكمش الطريقة هي هي تنفزوها لكن بقولكم ان دي طريقة من الطرق اللي ممكن تعرفنا على بعض اكتر في ولد وابنت تاني عملوا الحكاية دي بس بطريقة متقرة انه هما اه قعدوا مع بعض اغلب الوقت على التليفون هو حط التل هاند في ريفي ودانه وهي بتسمعه وهم يعني في وقت الشغل اغلب وقت الشغل عشان كده تعايزها تشوفوها بيتعامل ازاي مع اه صحابه في الشغل ايه الالفاظ اللي ممكن يقولها ايه اللي مش عارف ايه ايه اللي مش كده دي اه حلول ان احنا نتعرف على بعض ابتكروها ناس زينا على فكرة مش يعني مش ناس من كوكب تاني ولا من لا على فكرة دول ما كانوش من بلاد تاني دول كانوا مصريين زينا على فكرة اللي عملوا كده بس كانوا مهتمين قوي ان ينجحوا علاقتهم بشكل صح فعشان كده طوروا الحاجات دي عايز اقولكو اه انه فيه من الناس اللي عارفها اه بنت نزلت مع خطبها اه من صباحات ربنا لحد اه معاد اه خروجه من الشغل عشان تشوف هو اه بيتعامل ازاي بس ده كان بيئة العمل بتاعته تسمح بدا هي نزلت معا اه كزميلة لي بان هي مجالها كان مختلف تماما يعني هي نزلت معا اه هو ماركتير اه مسوق وهي نزلت معا اه كزميلة لي في الشغل ونزلت بقى تشوف تعاملات الناس معا ازاي هو بيتعامل مع صحابه ازاي هو كل حاجة بتارت تتعرف على التفاصيل بتارت تشوفه بشخصيته الطبيعية بين غير اه ما يحاول يجمل نفسه لانه مش هيقدر يجمل نفسه طول الوقت طيب ايه تاني ممكن نعمله ونفهم بشخصيات بعض اكتر المحاكاة او ان احنا نخلي فيه امور مشتركة ما بيننا ازاي مثلا نختار شهر او نختار مدة ونتفق مع بعض فيها انه الشهر ده احنا هنربط مع بعض امورنا المادية بمعنى احنا هنتعامل زي المتجاوزين في الشهر ده في الامور المادية وعلى فكرة اه عشان انا لما بقول نتعامل زي المتجاوزين الناس بتتخيل نقطة تاني خالص الهي الجنس يا حبيب انت هو اصبره شوية اصبره شوية الجنس مش دلوقتي الجنس ماينفعش الان ما تكون انت خلاص مليار في المية متأكد ان الشخص ده هيفضل معك عشان تبقى علاقة مريحة ودي مش النقطة اللي انا هتكلم فيها دلوقتي لان هي مش مجالة الحلقة لكن تعالى بس نتكلم على نقطة الامور المادية ان انت وهي تتفقوا ان انتو الشهر ده مثلا احنا هنجرب بعض في ادارة الامور المادية احنا هنعتمد على بعض ماديا الشهر ده لو هي ما بتشتغلش او هي مش هتشتغل بعد الجواز تستأذن مثلا من والدها تقوله لأ انا الشهر ده مصاريفي هتبقى على جوزي او على خطيبي عشان نشوف بس التصرفات اللي هتحصل بعدين هتبقى ازاي انتو فهميني تشوفي بقى اذا كنت اذا كان هو هيقدر يحتويكي ماديا هل هيحرمك هل طلباته او طلباتك هتبقى كتير عليه هل هيتعامل مع الطلبات دي ازاي كل الامور دي هتوضح وفي نفس الوقت انتو لسه تقدروا ان انتو تنفصلوا بشكل الى حد ما اا اقل ضغوط من انتو تبقوا متجوزين طيب هل نعمل كده في الامور المتداية بس لا احنا ممكن نعمل المحاكاة دي في اكتر من حاجة ان احنا اا المحاكاة دي او الفكرة ان احنا يبقى فيه تدريب قبل الجواز على الامور اللي احنا هنعملها في الجواز زي مثلا انت مثلا متعودة ان انت ما بتخديش رأى اي حد في امور كتيرة في حياتك انت تبدأ تتدرب هو نفس الكلام يبدأ يتدرب في فترة الخطوبة دي ان انتو تشوفوا هل التدريبات دي هتنجح ولا لا هل هتنجحوا ان انتو تعرفوا تدبروا هل هتنجحوا ان انتو تعرفوا تدبروا اموركم الحياتية ولا لا هل هتنجحوا ان انتو تقضوا وقت الفراغ مع بعض ولا لا حاجات كتيرة جدا حطوا احلامكم مع بعض وحطوا مثلا اهداف ليها وان انتو هتنجحوا ان انتو ترتبوها سوى ولا لا انتو فهميني حاول تخلي الفترة دي ده بعد برضو انا يعني بشوف انه فترة الخطوبة لازم تترتب الجزء الاولاني منها هو تعرف بدرجة اكبر بعد كده بشوف انه لازم يبقى فيه تدريبات تدريبات على حياة العملية تدريبات اه انا لسه بيتي وانت لسه بيتك و نحاول نتضرب هل هننجح مع بعض هل هنقدر ان احنا مثلا عندنا مشكلة هنا في انا مثلا مصاريفي عالية جدا هل هقدر ان انا اضبط الامور و اتضرب انه اهدي مصاريفي شوية عشان تتناسب مع دخلي شريكي ولا لا انا مثلا شخص عصبي جدا هل هقدر ان انا اتعلم ازاي اتفاهم من غير معالي صوتي ومن غير ما زعق ومن غير ما تخانق ومن غير ومن غير ومن غير وهكذا الفترة دي تقدر تقولوها ان هي فترة تمهيد للجواز وزاي ما انا كنت بقول من شوية انا هنا ما بتكلمش على التمهيد من ناحية الجنسية يعني ياريت ياريت نلغي الجزء ده من قمصنا في فترة الخطوبة ياريت نركز على السمات الشخصية لانه كده كده الجنس هيجي وقته كده كده الجنس هيحصل ما تستعجلوش بس اهم حاجة انه يحصل واحنا متطمنين لبعض عشان يحصل بشكل حل يحصل واحنا وصقين ان احنا مكملين مع بعض يحصل واحنا وصقين ان احنا مستمرين مع بعض مش مشوهين بعض مش نندم ان احنا كنا مع فلان وعلان تفاهميني انا خلصت الحلقة واتمنى ان الحلقة تكون مفيدة ولفتت نظرك الامور ولو عايزني اتكلم في اي حاجة ياريت تكتب لي في الكومنتات وباذن الله اعمل لك حلقة عن الموضوع اللي انت سبتهولي في الكومنتات اشتركوا في القناة